اشتركوا في القناة اين ظهر وهو ملتح ويبدو عليه التدين والالتزام لحد كبير ويعتبر جمال عبدون لعب كرة قدم جزيري ولد في 14 فيفر 1984 في باريس وكان يلعب في فريق نادي نانتو والان ينشط في فريق نادي كافالا اليوناني فزمع المنطقة فرنسا تحت 17 سنة بكاس العدم سنة 2001 كما انه لعب في منتخب فرنسا تحت 21 سنة ولكنه في 11 اكتوبر 2009 تم استدعاه للعب في صفوف منتخب الجزائر بقيادة رابح سعدان انذاك وتفاعل ناشط مع الصور المتدولة ودعو اللاعبين الجزائريين الى ضرورة الابتعاد عن حياة لهو اللاعب والالتزام ودعوة اللاعبين الاجانب لدين الاسلام وتعريف به في المحافلة الدولية